في حديث صورة مشاهدية الكرام تمكن شاب سعودي يدعى أكرم العديد من تحدي إعاقته ليبدع في رسم لوحات تشكيلية برأسه بعدما أصيب بشلل الرباعي جراء سقوطه من لعبة خطيرة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في البطولة الأولى لألعاب المغامرات والتحدي بالكويت قبل عشر سنوات مثل ما شوف عبد الحكيم صحيح ما شاء الله عليه العديد طبعا كان يعمل معلم لمادة الحاسب الآلي وكذلك هو قائد كشفي ولاعب كرة يد تعلم استخدام الحاسب الآلي بالرأس وقام بتطويره وتعلم كذلك استخدام فرشات الرسم بالرأس بيّن أن هذه الطريقة الأولى الرسم على مستوى العالم لذوي الإعاقة الشديدة وحنا مثل ما نشوف ما شاء الله مبدع في الرسم يعني يمكن أحسن من بعض الأصحة صدكت صدكت ما شاء الله تبارك الله نسى الله سبحانه وتعالى لهو للجميع الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى